أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جومبلاط أنه استعرض والرئيس الفرنسي فرانسو أولاند موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني مؤكدا استعداد فرنسا لتقديم الهبة وفي مقابلة مع فرانس 24 دع جومبلاط إلى تسوية لقانون الانتخاب قائلا لن يكون هناك فراغ في السلطة التشريعية عرضنا بالأساس النسبية لأن النسبية في نظام طائفي لا معنى لها لكن تقدمت مشروع للرئيس نبيه بري حول حل وسط وأنتظر منه جواب ما من أحد في لبنان يستطيع أن يلغي الآخر نحن نريد قانونا مقبولا للانتخابات وإذا كان لابد من الخلط بين صح التعبير النسبية والأكثرية لا بأس قد نعود إلى دائرة الخطر إذا ما غامرت الإدارة الأمريكية مجددا بما يسمى الضغط على إيران وعندما تقول الضغط على إيران طبعا الضغط ممكن في الخليج العربي الخليج العربي على الجمهورية الإسلامية لكن أيضا الضغط على إيران يمر من لبنان لا نريد العودة إلى حرب 2006 مجددا لا نريد من ترامب أن يخلصنا من حزب الله نحن هناك علاقة ربما في تفاوت في وجهة النظر بيننا وبين الحزب لكن نستطيع أن ترفهم بالحوار ولا نريد نصائح ترامب وغير ترامب لأن مررنا بتجربة مريرة على أيام جورج بوش وهي عدوان 2006 ولم يخرج الإسرائيليين كما تعلم منتصرين إن هزموا لكن كان للبنان دفع ثمنا غاليا وحضرتك سيد وليد جمبلاط يعني تحدثت عن إهانة للشعب السوري من خلال ما قالته لوبان عن إهانة للشعبين السوري واللبناني كنا بغنى عن زيارتها لأن إهانة الشعب السوري عندما قالت طالبت بترحيل كامل للبياج السوري سيرحل إلى أين؟ إلى أن يقتل مجددا بآلة النظام كنا بغنى عن إهانة الشعب اللبناني عليها أن لا تنسى السيدة لوبان جرائم النظام السوري تجاه اللبنانيين وفي مقدمهم رفيق الحريري وكنا بغنى حتى عن الإهانة الشكلية للشعب اللبناني عندما رفضت أن تلمس الحجاب عند المفتي عندما تقول إختيال السيد الحريري يعني تعودون إلى الابتهام السياسي هنا صحيح؟ يعني ما فيش لمه غير ليش بني غير؟ ترجمة نانسي قنقر